موسيقى هناك اتفاق واسع في الاراء بالقول بان الفقر المطلق قد انخفض في البلدان النامية اما موضوع التفاوت والفوارق واللامساوات هو محط نقاش وهذه المحاضرة سنتناول فيها حالات التفاوت منذ عام 1990 سأؤكد على اهمية حالات التفاوت وبعد ذلك ستحدث عن كيفية قياس التفاوت واللامساوات وبعد ذلك سأتحدث عن ما تقدم الاحصاءات فيما يتعلق بتغير التفاوت في العولمة هذا الموضوع كان مهملا لان التفاوت كان يعتبر كمحرك ونتيجة للتنمية اولا محرك في اعمال ارتور لويس وروبرت سولو في ارتور لويس التنمية تعني التصنيع يعني تحويل الفلاح الى عامل وبالتالي بما ان العامل اكثر انتاجه فاجره اكبر وهذا يؤدي الى التفاوت وهذا حفز المزيد من الفلاحين ليعملوا كعمال اذا في نموذج سولو هذه الحالات حالات التفاوت هي مفيدة من خلال الادخار لتمويل التنمية ان زيادة الدخل يؤدي الى زيادة الادخار وبالتالي حالات التفاوت مفيدة للنمو هذه الافكار كانت تحظى بتأييد كوزنت وحيث لاحظة في الخمسينات لاحظة بان تقلص التفاوت وقال بانه ينبغي انتظار بعدوء لنصل الى حد الثروة ليتقلص التفاوت وبالتالي هذا الامر لا يحتاج الى الاهتمام اذا البلدان الغنية عليها ان تستمر في الاستهلاك والتي في نهاية المطاط ستؤدي الى الانتشار على جميع السكان وفق اهلية السيلانة ان نظرية كوزنت هي معروفة بمنحنة كوزنت اثناء عملية التنمية اولا يتفاقم التفاوت ثم يستقر ثم يتقلص ولكن الاعمال التي جرت عام 1990 بيّنت بان هذا المنحنة لا وجود له وليس هناك علاقة واضحة وعالمية بين التفاوت والتنمية منذ ذلك الوقت بيّنت اعمال اخرى ولاسية مثل ما يتعلق بالفقر المطلق اي فرد واحد بدولار واحد يوميا بان التفاوت يتقلص عندما يدار النمو بعض البلدان التي فيها التفاوت مرتفع جدا النمو من شأنه ان يكون له اثر على تقليص الفقر اما في البلدان التي يكون فيها النمو اقل يزداد التفاوت بشكل كبير وايضا يمكن للتفاوت ان يكون له اثر سلبي على النمو ما خلال التربية يمنع الفقراء القانون بمشروعاتهم يقوّد تنمية سوق محلية ويعرقل حسن سير الديمقراطية ويؤدي الى زعزعة الاتقلال السياسي بين البلدان يقلص من سيادة البلدان الفقيرة ويبعدها عن امكانية دفاع المصالحة ان الاعمال في هذا الميتان تؤكد على قياس التفاوت في الدخل هناك عدد قياسات في مجال الصحة التربية الاطار المعيشة ولكن الدخل يسهل قياسه وهو بصلة لان الدخل هي الوسيلة الاساسية لتحسين المعيشة للافراد هناك عدد طرق لقياس التفاوت في الدخل يمكن تصنيفها في فئتين يمكن قياس نسبة بين الدخل من الافراد في البلدان الموجودة في عدد السلم وبين تلك الموجودة في اسفل السلم هذا ما قمنا به ومن جهة اخرى هناك مؤشرات مركبة على غرار مؤشر جيني الذي يستطيع قياس هذا التفاوت في كل جدول التوزيع هذا ما نقوم به لقياس التفاوت بين الافراد وفي هذا المنحان نقوم بتفاوت اجمال النادج المحلي بين ثلاثة بلدان والمملكة والمملكة والتحدة الامريكية بين عام 1990 و2016 على سبيل المثال البورندي وفيتنام والصين كانت في عام 1990 من بين البلدان الأكثر فقرا في العالم الجدول يبين بين هذه البلدان شهدت تغيرا متناقضا في تلك الفترة في الوقت الذي شهدنا التفاوت قد تفاقم بين بورندي والبلاد التحدة الامريكية بينما بين فيتنام والبلاد التحدة الامريكية كان التفاوت اقل في عام 1990 في بورندي كان مستوى المعيش المتوسط يبلغ 2.9% مقارنة بلدات التحدة الامريكية ولكن هذه النسبة انتخفض النهار إلى 1.3% اما التغير في فيتنام كان على العكس وان التحاق الصين بالركب كان رائعا وحيث هذه النسبة كانت في عام 1994.1 لتصل هذه النسبة إلى حوالي 6-27% بعد 25 سنة تقريبا الان نتحدث عن التفاوت ولا مساوات بين الافراد للقياس نتحدث ونستخدم مؤشر جيني في حالات نموذجية الصفر هي لعدم التفاوت المطلق والمئة بالمئة فيما يتعلق بعدم التفاوت هذه النسبة كانت 30 في فرنسا و41 في الاتحاد الأمريكية أن حالات عن التفاوت موجودة في الأمريكا اللاتينية وفي جنوب الصحراء علينا أن نضيف بعضين أساسيين أولا أن نضيف السكان وأيضا أن نضيف التفاوت داخل البلدان بحد ذاتها أن مقارنة إجمال النادج المحلي لكل فرد في بورندي وفي المتاحة الأمريكية كما ذكرنا كانت تستند إلى فرضية ضمنية أن كل سكان بورندي وكل سكان أمريكا من جاء أخرى لديهم نفس الدخل ولكن ربما هناك بعض سكان بورندي قد أصبح أكثر غينا والعكس في أمريكا وبالتالي الفرد أصبح مصدرا للمعاينة ومركزا للمعاينة وبالتالي ينبغي وضع كل الأفراد في جميع أنحاء العالم على نفس السلم لنرى التفاوت العامة نتيجة هذه الأعمال تم عرضها وهي معروضة على هذا الجدول أولا الفطر الأول يبين تغير هذا المؤشر على جميع أنحاء العالم تبين بأن حالات التفاوت لم تتغير بصورة كبيرة حتى عام 2000 وثم ذلك تقلصت بصورة محدودة بين عام 2000 و2011 ولكن انخفاض هذا التباين العام غير التباين الموجود داخل الحدود الوطنية التغير الكبير المهم في الصين حيث مؤشر شيني جيني قد زاد بنسبة عشر نقاط وهي نسبة كبيرة جدا وهي أيضا زادت في أفريقيا جنوب الصحراء ولكنها تقلصت في البلدان الاتحاد السوفيتي السادة كيف نشرح الاستقرار وثم تقلص التباين في التفاوت على المستوى العالمي في الوقت نفسه المستوى المعيشة في الصين زاد بصورة كبيرة فالصيني المتواصل الذي كان في أسفل السلم انتقل إلى منتصف سلم توزيع الدخل وهذا ما يبين تحسين المستوى على المستوى العالمي وهذه التباينات المتناقضة هي ظاهرة في هذا المخضر البياني لبرانكو ميلانوبيتش وهي يبين نسبة متواصل الدخل الحقيقي في شرائح المختلفة على جدول التوزيع العالمي للدخل من أجل بناء هذا الجدول تم تصنيف دخل الأفراد بصورة تصاعدية بين هاتين الفتراتين بعد ذلك نقوم بحساب متواصل الدخل للفرد للنسبة الخمس بالمئة الأولى في الفتراتين وبعد ذلك النسب الخمسة بالمئة التالية وحتى النسبة الشريحة العليا بالمئة والمقسمة لقسمين نسبة واحد بالمئة الأكثر غينا ونسبة أربعة بالمئة التالية وبالتالي فيما يتعلق بالدخل الحقيقي بعد حسابها بين هاتين الفتراتين ومترجم هذه البيانات بشكل جدول في المحور الأفقي نجد الدخل المتوسط وبعد ذلك نرى التفاوت بين هاتين العامين أربعين بالمئة من سكان العالم عام 1980 كانت تتلقى أقل من دولارين أمريكيين يوميا نرى بأن الفائز الأكبر يتمثل بأولئك الموجودين في مركز هذا الجدول وفي نسبة واحد بالمئة العليا من هذا الجدول وأيضا هناك هذا ما يفسر زيادة مستوى معيشة الطبقة الموجودين في مركز الجدول في الصين وفي نسبة واحد بالمئة الأكثر غينا وأما مكاسب الشريح الأقل فقرا هي قليلة جدا أولئك الذين كانوا في عام 1980 كانوا في العشر الثامن هم ربما لم يربحوا من هذه التغيرات هذه الصورة هي منقوصة لأن هذه القياسات لا تقلل بشكل جيد ما يجري في الأطراف في أقصى الأطراف ولسيما ما جرى في إطار ما نسميه بمختبر التفاوض العالمي في الدخل هنا ما يبين بأن القسم على اليمين يمكن زيادة نسبته إلى 250% طالما اقتربنا من القسم الأعلى من الدخل إن العالمة بالتالي لم تؤثر إلى زيادة التفاوض في العالم بصورة كبيرة جدا عندما نقيس التفاوض بين الأفراد بدل على مستوى المتوقف الدخل في كل البلد نرى ونشهد انخفاضا في التفاوض ولكن الأفراد عادة مهتمون بما يحدث من حولهم بدل من الرؤية العامة هذا التغير العام يخفي مساران زيادتين حيث في الصين أن زيادة مستوى معيشة الطبقة الوسطى مما أدى إلى انخفاض التفاوض الكلي والعام ومن جهة أخرى نتركيز التفاوض والموارد بين نسبة قليلة من الأفراد بالإضافة إلى ركود المستوى 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 المستوع النية هي محل انجرال الطبقة السياسية و هنا ربما نتائج الغريب والمودجان لبعض الانتخابات التي جارت مؤخرا